الو ايوا الحمدلله تمام ازايك وانت طيبة اتعرف بيكي ممكن من غير اسمي طب كم سنة واحد وعشرين سنة طيب مرتبطة متجوزة بقى لست سنين لا استاني بقى استاني انت واحد وكام واحد وعشرين سنة واحد وعشرين سنة ومتجوزة بقى لك ست سنين اه يعني اتجوزة انت عندك اربعتاشر سنة اه ازاي كده عادتنا اتقالد مع بنت اتجاوزة وياراهم طيب مش اقدر اقولك طبعا اتجاوزة عن حب ولا مش حب لان مفيش حد تتجاوز عن حب وفي سنة اربعتاشر سنة نعم جواز تقليدي عندك اولاد هاي اولادين ربنا يخليهم لك طيب احكيلي تحت عمرك بسي بسي مرة انا اتجاوزت وجوزك الملوه معلو شهر ومنسيها ولا حب ولا الكلام دوت اكبر منك بقى ديه الاول جوزك بثمان سنين بثمان سنين مه اكبر اتجاه طبما جي جدنا الورد التاني. امم. دلوقتي سافر بقله سنتين. امم. متعرر طبا حدفته. امم. ويحزي سامين مخلوقه. امم. بقى لنا خد شور. خد خبر? نعم خد شاية. انتي بتقولي جزء خد خبر بعد ما حصل العلاقة حصل ايه? بقى لكم ثلاث شهور. اه. طيب جزء بقله سنتين ما جاش? مفكرش يجي حتى ما بيكلمكيش ما بيسألش عليكي? نعم يتفل يعني كل الاطفوع كل الصحيحين ينتفل يتضمن علينا وخلاص. وصاحبه ده ما كنتيش تعرفيه قبل كده يعني من يعني يعني اللي عليته منين? قصة بتقولي اتعرفت على صاحبه من تلات شهور. صاحبه ده جالك بيجيب لك حاجة بيبعت لك حاجة بيسأل عليكي ليه? قلتين منين يعني? لأ عرفه بقى لكتير. اهان. بس العلاقة حصلت بقى لها تلات شهور. اه. والعلاقة دي بتتكرر? اه. بتحبيه? هو حاجة مختلفة جدا. اه. مهم. متجاوز صاحبه ده? لا. اهان. وبيجيلك البيت? بيجيلك البيت يعني تحصل علاقة دي في البيت? اه. مهم? يعني بيجيلك البيت? اه. طيب. عايز ايه منك صاحبه? قالك مسلا اطلاقي منه ولا تجاوزك ولا? قالك ايه ولا? اه. قالك ايه ليش مهيرك. مهم. لو اطلات شهر بيجيلك. مهم. طيب. هو اولادك? هيعمل في هم ايه? نظر. فالنهما كان بيحترن شكل بينهم قبل انجوزي يقول لي انتي متفقريش متخدش انك ان انتي ممكن تأخديهم. بيقول لك كوزيك بيقول ما تفكرش ان انتي لو سبتيني ممكن تأخديهم. اه. طيب انتي عايزت عميلي ايه? انت لا احسن ان لو شفت حياتي حاسن ان انا اطلم عيالي. مهم. يعني لو عايشت حياتك الطبيعية دي هتطفيع ظلم لعيالك. اه. اه. وانك تسبيهم مع ابوهم اللي مسافر برة ويرميهم مع اي حد من اهله وتروح تتجاوزي حد تاني كده مش هتبقي بتظلمي عيالك. ابوهم اصلا عايزة عنده. اهله عايزة عنده برد. اهله ايه? اهله عايزة عنده هم عايزين كده اوه. شف فيه مشكل ما بينه اصلا. يعني اهله ممكن ياخدوا اللي عيالي ربهم وخلاص ومش فارق معاهم. اوه هم ده هم عايزين. وانتي شايف ان اهله يعرفوا رب ولادك كويس? ولا انتي تربيه محسن. طيب. يبقى حياتك معاه. مش اسوأ لولادك. لا احسن لولادك عشان هتكون انتي اللي بتربي ولادك. انتي بتقوليني ان حياتي معاه ممكن تكون اسوأ لولادي. مش كده? طيب الراجل اللي على علاقة بيك ايه ده بتحصل علاقة كل قد ايه? يعني كل خمستاشر يوم. بيجيلك البيت كل خمستاشر يوم. ولادك بيكونوا فين? في الحد ولا. طيب بيتك ده مش ممكن مسلا حد يعرف يقول له اهل جوزك ان في حاجة كده بتحصل? مفيش اي حد من قريب جوزك ممكن يوصل له من علومة واحد صاحب جوزك. واحد جار جوزك. جاركو يعرف جوزك يبعد ترسالة يقول له وراتك بتخونك? حلو حلو جميل ما احنا واحدة واحدة بناخد الكلام واحدة واحدة. جوزك مش متفاهم خالص. طيب انت مش متفاهمة مع جوزك. ومش سعداء. يروح يخونك? وخلاص دحقه? ولا انت شافة ايه? ما حاولت ان انا صلح كزا مرة ما قدرتيش. طيب حاولت يتصلحي كزا مرة ما قدرتيش. يبقى الحل ايه? ننفصل? او 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 نتطلع? ولا نخون? انا عدت في مشاكل ما ايه? عدت فعش وقلق ونت رفع دي الخلق. مم. بسبب ان انا اتطلع ان هو مش رفع يطلق. مم. وانزلت استعالت. حلو. والهو بسبب تعليدات ايه. بسبب ولادي ان انا استفلت عن القضية. مم. ان هو بقى يهدي. ان انا اخده مردن عنك. ان مش هسلح لقضي تنيه. طيب دلوقتي. دلوقتي انت لو هتتجوزي صاحبه ده. متخين ان هو هيسيب لك ولادك ولا هيخدهم برضو? لأ طبعا مش هسلح لدي. طيب. ايهما اغلى عندك? صاحب جوزك ولا ولادك? لأ ولدي طبعا. طيب فكرتي هتعملي ايه? هترصي حياتك دي ازاي? مش عارفة ايه. لا مش عارفة ايه دي واضحة زي الشمس. طيب انت دلوقتي واثقة تماما ان محدش هيقدر يشوفك ولا اقفشك. ايه. مش كده? يعني لما بتحصل علاقة دي انت في الامان تماما. ايه. يعني محدش من الجرام ممكن يشوفك? ايه. طب مهو في العمارة. طب مهو في العمارة الراجل طالع نازل عندك هيقول ايه بتاع ديليفري? ولا المكواجي? ولا طالع يصلح حنفية? ولا هو اساسا بتاع ديليفري ده? ولا بتاع السباج ده? يعني عندك انت كل يوم والتاني شغلانة في حنفية? ما الناس هتقول ايه الراجل يطالع نازل ده? طيب. وليكن. وليكن. ان محدش من الجران هيشوفك. ولا حد من اهل جوزك هيعرف. ولا جوزك هيعرف. وولادك في الحضانة. وبيتك مصفح. ولا صوت هيطلع. ولا حد هيفهم. وليكن. صاحب جوزك ده بيجي لك لابس طائية لخفة. هل متخيل ان ربنا مش شايفك? اكيد طوالف. طيب. ايه بقى? ايه? ناوي على ايه? بص يا منت الناس. ثقافة مجتمع مع الاسف اكبرت طفلة زيك في عمر 14 سنة تتجوز فانتي مظلومة مية في المية. واللي ظلمك واللي اكبرك على كده اهلك. بس انتي النهاردة لقيت نفسك في الموقع ده. وعشتي الحياة دي لحد ما تميتي 21 سنة. كل مشكلتك ان جوزك مش رومانسي مش عاطفي مش بتاع حب مش بيقول الكلام لذيذ مش بيأملوش في ده. كل مشكلتك ان الراجل اتغرب بيشقى علشان يأمن مستقبلك ومستقبل عيالك. حاولت ترفع عليه قد يدخل ورفضتي ورجعتي في كلامك علشان خاطر عيالك. يبقى في النهاية ترضي ان عيالك يكبروا على وش الدنيا. والجران تشاور عليهم وتقول الودة والودة امه كذا ولا كذا؟ ولا عيالك اللي ربنا رزقك بيهم يمشوا رفعين راسهم في الشارع. ويقولوا منا ست زي الفل تتحطى عالجرح ابرد ومنا صانت غربة ابونا وشرف وعرضو. يرديك اتدخلي كل ببيتك ينهش لحمك وشرف جوزك يرديكي؟ يرديكي ايه ولا ايه ولا ايه؟ لو مش عاجبكي عيشتك وعايزة تتبطري على عيشتك حقك. بس اطلبي الطلاق ارفع عدية خلعة اعملي الللي. لما تبقي حرة ومفيش دبلة في ايدك والعقد ربتك ابقي ارتبتي وتجوزي. انما طول ما انت متعلقة في رقبة راجل يبقى تصوني الراجل. ولما تصوني لحمك يبقى بتصوني الراجل. ولما بتصوني شرفك يبقى بتصوني شرفه وشرف ولادك.